كالأعصار إرما قام بسحب كمية كبيرة من المياه من المحيط الأطلسي حيث نقصت مياه المحيط من على الشواطئ واختفت وظهرت جزر دعنا نرى يا دكتور أبو علي مع حضرتك شؤية ولذلك إخوان نحن الآن مقبلين على تغيرات بالعالم كله وأسأل الله أن لا يرد قضاءه ومكره على أمريكا يقينا يقينا اللي عرف الطائرة ودمغتكم على روسكم البالية سيدمغكم بحدث مرعب يقينا إنه زلزال لن تصدقونه إن الدنيا بدأت تنقص أطرافها وبدأت تزلزل زلزالها وبدأت تعد إلى زينتها وبدأت ترتجف وتجعل الجبال كثيبا مهيلا بعد كسوفها كونوا على بينة ما قلت شيء إلا وأنا على بينة من أمري وإني رأيت إن الشمس ليس كسفت بل الدنيا بحالها كسفت ستنتهي أمريكا وانعقينا بعد الكسوف أمر الله بنهاية أمريكا الآن انتظروا رياح هوى ما بتشوفه بالعين المجرد يشلع بيت كامل هذا شي يدلل هذا يدلل القدرة الإلهية اللي تستحق التمعن والتفكر بقدرة الله التي لا يمكن أن يقب بوجهها أي شيء هذا جاي لكم بعد يوميا على كاريفونيا جاي إعصار أقوى من ذاك الإعصار شو يدلل أنا من قل لكم أنا على بينة اسمعوني الدنيا خربانة أنا أقلكم وركضوا لحقوا أهلكم وناسكم لأن الإمام الحججي يحمل عليكم حقد ما صاير بالتاريخ الإمام ما يحقد بس يريد ينتقم منكم انتقام غير قبيعي اشتركوا في وقت ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر